طبعا في الإصحاح الثالث أول جملة أو أول آية مكتوب وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة هذا السؤال طبعا الحية أنا عاوز يعني في سؤالين أول حاجة يعني الصورة اللي في جنة عدن لم الله خلق آدم وحواء والصورة الثانية أنا تذكرت أنا كنت بتكلم في إحدى الخدمات في مصر وبعد خدمة نارية وكان الرب فعلا بيتمجد في هذه الخدمة واحد من الشباب سألني يعني بعد الخدمة قال لي ممكن أسألك سؤال هل أنت تؤمن أيعقل أنه حيب تتكلم فأنا عاوزك تخذنا في السؤالين من بداية الموضوع طبعا ده سؤال بنسمعه كتير أو يا أسيس نزار وبعض الناس بيقولون دي قصة أسطورية أو قصة رمزية وده طبعا كلام خطير جدا لأن دي حقائق أساسية نتج عنها عقوبات على الخطيئة وفكر الخلاص فده بنؤمن أنها أحداث حقيقية والحية عشان تتكلم الشيطان يقدر يتكلم من خلال هذه الحية وده مش غريب لما الرب يسوع دخل كرة الجدريين وكان الإنسان المجنون اللاجئون والرب يسوع تكلم معاه والشيطان كان بيجاوبه لماذا أتيت قبل الوقت اللي كي تهلكنا فالفكرة أن الشيطان يتكلم من خلال حيوان ده شيء مش غريب جدا طبعا الحقيقة ما عندهاش الفوكال كورز اللي هي الأحبال الصوتية وما عندهاش مركز الكلام في المخ ما عندهاش كل ده لكن الشيطان بقوته لأن الشيطان ليه قوة ولكن قوة مظلمة هذا الشيطان قدر يتكلم من خلال هذه الحية ما نعرفش اللغة اللي تكلموا بيها لأن يخلي بالنا الوقت ده كل اللغة كانت موحدة ما فيش إنجليزي وفرنساوي وعربي وما فيش كده كانت لغة موحدة لحد برج بابل بعد الطفان لما تشتتت الألسنة فكان فيه لغة الشيطان يعلم إن حواء هتقدر تفهمها مش عارفين إيه هي اللغة دي لكن يقدر يتكلم من خلال الحية من خلال أي حيوان لكن نختار الحية لأنها أحية لجميع حيوانات البرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر